هذا الشيء الذي أعطيكم اليوم هو تعرفك كيف أنت راجل المهام الصعبة أم أن يفليف لفبت؟ أعرف كيف يحسب على الرجال وصعفك رمشين أنت نقول لها شيء اللعبة قد تخلوك تلعبها تقدوز كثير من المتحانات والسطاجات إذا نجحت فيهم تكون راجل إذا لم نجحت فيهم لك أخويا باقي اللي بدي في الحياة باقي كتعلمك الثانية تقول إن شاء الله راجل في المستقبل ندخلوا اللعبة دابا وندوزوا قاعدة السطاجات دلتس دي الرجولة وناخد الشهادة دي اللي دي الرجولة حيث مش حالة دي ولا وكفلت بعد دي الشهادة أنا شاق فرصي المواقف الصعبة كيف قاعدين نشوفهم داباش هيقولوهما وأكيد 100% رجولة أهلينا أخي أنت قدمت على دور رئيسي بالفيلم اللي شغالينا ذي طبعاً ما ضروري أحكي لك قديش هالفيلم مهم بالنسبة إلنا هالفيلم بيجرع قيم الزلمية بالمجتمع هو مهم كتير إنك تكون متقن لدور الزلمة مرحبا اختبار رجولة هل أنت زلامي؟ هذه حاجة بينا وانتباً فهمت وش تبدأ معنا من الأول بات الأسئلة السهلين هل تظن أنك عن جد زلامي؟ نعم واشتبنيتك كيف تريد أن تجربني دابات تاس سببتي اتقى في النفس وشتشيق فرصك ولا غي يدفع أسجبار هل هناك احتمالية؟ ولو 1% أنك لاستزلامي ولو 0.01% ما كيماش ولو اتقى في النفس هل تظن أن الزلام ما يجبو أن يدخل يكون الزلام؟ يفل في الأفلام نعم ولكن في الحقيقة لا حتى في الأفلام تيبالك هو بدأ بوارت يبالك كاريزمة في الحقيقة مسكيك تلقى جوجع دائماً 9.30 ومراية تيك حب يعني ما بلانش معداش علاقة الرجولة القار لو لم تكون زلامي هل ستكونوا أمنيتك أن تكون زلامي دابا بحلي بغاية تستاني وأنا في الأول أقول لك أخي أنا متأكد أنني زلامي يعني ما سيكون هذا الحقيقة ما يلقاه حيث أنا أصلاً زلام لا واو بصراحة أنا متفاز كثير من النتيجة التي أدامي هل تعتبر أن دور مطل فيلم زلمي زرع قيم الزلمية؟ صار إليك سمع حالياً سنبدأ بأول مشهد المشهد اسمه الصبر أول ما تطلع من الباب ستسمع الراوعم يحكي عنك وكل شيء يقول له لازم تمشي إليه بالحرف الواحد ما عرف أني أنا لم أعطيناك نص للمشهد بس لا تنسى أنت زلمي قال لك يجب أن يكون لدي الصبر وفي صراحة الصبر من سيمات الرجولة أتعفق معك ولكن كيفش هنا تخيل مغزالة؟ ما قدرت يستسوق بجدك صعبة تأخذ لك الاسباس؟ ماذا مشكلة؟ ماذا؟ خرج الزلمي من الحمام بأكثر شكل زلومي شهده التاريخ وبعد ذلك بدأ بالسيل في ممر المبنى متوجهاً نحو غرفة معيلة موجودة في نهاية الممر وعندما دخل لها لاحظاً من غرفة كانت فارغة إلا شوي يعني ففي وسط تلك الغرفة كان هناك زر مكتوب عليه كلمة انتظر وبما أنه زلمي كان صبر أمراً سهلاً بالنسبة له فالصبر صفة زلومية بحت فانتظر الزلمي ثم انتظر ثم انتظر ثم انتظر ثم انتظر ثم انتظر ثم انتظر وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي 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 مرحباً مرحباً قالك لا لي الفوضل يعني مخصش يكون فينا التبرقيق وكذا أوكي لاتس كو في أحد الأيام كان الزلم يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رأاه رجل عادي لقال وذلك فقط بسبب كمية الزلمية التي تشرشر منه شكراً وفي أثناء صيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأمله وبما أنه زلمي ابن زلمي قرر أن لا يدع فضوله يتغلب عليه وأكمل طريقه وكي اسمح لي يا أخي واحد الحاجة أنا من صغري كان شري لعبة تنحلها كان بنشوف شنو فيها ندخ ما تعرف يكون أخوي كل الزمانة وليكن مليون دولار تماماً حتى وطاعدت بيتم يتقيدني تصيفنا يا أخوي يمنع الدخول لمن لا شأن له أنا أخوي عندي الشأن اسمح لي أنا فمتدي معنش علاقة بالزلومية الفوضول اللي بحث هو اللي تخليه أصلاً أنه يبصلون في حواج كبير أنا أخوي بتعرف شنو كين أنا من الحقي واحد اتنين ثلاثي نشير زلمي ابدأ هل شاهدتم زلمي في البراريا كل أخاه؟ هل شاهدتم يوما زلمي عض يد النوعا؟ في الله يا عبكم ما خلوني شنمشي؟ هل شاهدتم زلمي يكذب يسرق يشهد زوراً يمكر حقاً يفشي سرراً يمشي مغروراً بأذاه؟ زالمي تخلي مني ولي أو ليش مفمت؟ زلمي رايح وزلمي جاي زلمي دطل بين قطان الطباع زلمي رايح وزلمي جاي زلمي دطل بين قطان الطباع قولك هل شاهدتم زلمي في البلاريا كل أخا هل شاهدتم يوما زلمي عض يدا تراها هل تخلينا غير بشي في حالي رك تدهوني أخا مش تصوش يكذبوا يسرقوا يشهدوا زورا يمكن والله رح تبير وليد غير بشي في حالي يمشي مغورا بياذا حليم بدنا نصور المشهد اللي بعده واللي رح يكون بعنوان لا للفضول بما لا يغني العقول عبدوه ليه هل تفقش معه البخري جديد للنشوء مانتش علقة بالرشول كان الزلمي يتمشى في أحد الأزقة بطريقة يمكن وصفها بأنه لو رأاه رجل عادي لقال وذلك فقط بسبب كمية الزلومية التي تشرشر منه وفي أثناء صيره لاحظ ذلك الزقاق الذي كان عنده عبارة تقول يمنع الدخول لمن لا شأمله زلمي المشهد هاد رح نغرس فيه قيمة الحكمة حاول تقدم أفضل أداء عندك خير الزلم بين خيارين كان عليه اختيار أحدهما إما العلم أو المال ولكن هذا الخيار أمر بديهي وسهل جدا بالنسبة لأي زلم فلذلك ذهب مباشرة نحو باب العلم إذا كنت تقيدني سوق أمك قل لي ما يريد أن تختاره لا يوجد العلم أنا لا أمشي العلم لأنني أنا زلمي وزلمي معكش قليل أحد للسؤال الذي يريد أن تذهبه على رأسي أصلا لديك العلم كثيرا ولكن لديك المال كثيرا تستطيع أن تقرأ كثيرا أو لديك العلم كثيرا وبهذا يكون الزلمي أثبت أنه زلمي مرحبا أضر اتجهز بسرعة هلأ في ممثل بده يلحقك انت بس بعد عنه وهذا المشهد بنغرس قيمي هي عبارة عن مزيج بين الحكم والشجاعة وفي يوم من الأيام كان الزلمي يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل ولكن الزلمية التي فيه دفعته لأي تفات القتال ما هذا بحق الجحيم أتجه من الزلمي هو Stobar حسنا شي حسنا ما هذا علاقت ما هذا علاقت ما هذا علاقت من الزلمي يتسكع بالجوار حتى ظهر له ذلك المختل ولكن الزلمية التي فيه دفعته لأي تفات القتال حتى قال الأمر الى أن رجل المختل قد سقط أرضا من التعب يكون الزلمة أثبت أنه زلمة 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 اسمعنا منيح يمكن هذا أهم مشهد بالفيلم يجب أن تستخدم كل ذرّة الزلمة عن أوه لقى قرب يخلص لك المشكلة المشكلة أنه مددت الجيم جام من 8 أيام بس يشعر أنه يجب أن يكون اسمه زنقاء ماذا أخسر؟ قبل أن يسألت اللعبة لم أفهم شيء يعني بقية لها قلنا بسم الله أجي نشوفه الأخشارينها بلاست المار سوف تكمل اللعبة في شيء بلاي صغرين أفهم شيء مقويتي نعم يعني ضرر يخص تختار العيد قرب يخلص اللعبة نفس البلا المشكلة المشكلة أنه مددت الجيم جام من 8 أيام بس يشعر أنه يجب أن يكون اسمه زنقاء بس كابعكم ديم جي فريك بعمل عنده بيت و بس هذا اليوتيوب اسمه ديم جي فور للقاء كما تروني قدرنا أن نرحبه في شهد رجلو لا تفكش معه في الفوضل أنا أريد أن أتكشف أنا إنسان رجولي يحب الكتيشير لا أريد أن أتكشف أما عندما قدرنا شاهدت ما رأيها سوف نرى ما رأيها أنا أريد أن نتبز يعني الحمد لله أخذيني الشهادة الرجولة بالطابعة لا كيف تريد أن تبيني الرجولة أضعوا واحد لايك واحد كمانتر كيفما كان وما يكون فتسلسلة الألعاب كما تكملو فيها لديك شيء لعبة أريد أن أقصر فيها كتب لي في الكومنتر وإن شاء الله سألعب بها في الفيديو جدي